أعلنت سلطات معبر حج عمران الدولي على الحدود بين قيم كردستان وإيران عن ضبط أكثر من 3000 لتر من المواد الكحولية قبل أن يتم تهريبها إلى إيران عبر صهريج وجاء في بيان لسلطات المعبر أنها تمكنت في عملية نوعية من ضبط صهريج إيراني يحمل 338 لترات من المواد الكحولية المعدة للتهريب إلى إيران تضم مواد الفوتكا والويسكي والشرب مخبأ بشكل سري دخل صهريج وضف البيان أنه بعد ضبط تلك الكمية تم فتح أوراق تحقيقية وتم إرسالها إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية وقمركية بحقها